ياهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله طيبين وحشتوني والله وحشتوني قبل ما نبدأ الفيديو ما يحتاج اذكرك يعني في كل مرة قد يشدر العجاب مرة مهم وبيساعدني كثير فايش لا تنسى تسوي لايك اذا اعجبك الفيديو وتذكر انك مشترك في القناة ومفعل جرس التنبيهات علشان توصلك فيديوهاتي اول باول وبشكل مستمر غير كذا اربط حزامك يا وحش سنة 1959 كان في رجال هو وزوجته عايشين في هنغاريا ايام جميلة وذكريات حلوة عاشوها في هذيك الدولة الراجل وزوجته هذولي كان عندهم خمسة اولاد واربع بنات ياب زحمة بزورة ووضعهم المادي كمان كان لك عليه غير انه اوروبا وقتها كمان كانت لسه ما زالت تتعافى من اثار الحرب العالمية الثانية المهم يا حبيبي الوجيه مرت الايام والزوجة اللطيفة هذه حملت بطفل جديد ولما اقترب موعد ولادتها حصلت ثورة كبيرة ومشهورة اسمها الثورة المجرية او الثورة الهنغارية كانت ثورة معادية للسوفيت في هنغاريا وكان هدفها اسقاط الحكم السوفيتي ومات على اثر هذه الثورة اكثر من 20 الف شخص المهم يا حبيبي الست هذه وزوجها والبيبي اللي في بطنها والتسع ابناء اللي معاهم وعلشان يسلمون من المشاكل شالوا نفسهم وهربوا من هنغاريا الى فرنسا وهربوا كلاجئين وعاشوا في مخيم للاجئين في فرنسا لفترة طويلة وهناك وفي هذيك المخيمات ولدت الستة اللطيفة هذه اخيرا وخرج الطفل اللي داخلها الى الحياة وبعدها بفترة وبحثا عن حياة افضل اخذ الرجل هذا زوجته اللطيفة وابناءه العشرة وانتقل فيهم الى امريكا وبالتحديد الى مدينة شيكاغو وعاشوا فيها فترة وبعدها انتقلوا الى لوس انجلوس واستقروا هناك وبشكل تدريجي بدأت تتحسن حياتهم الى الافضل الى ان حصلوا على الجنسية الامريكية اللي يهمنا يا عزيزي الوجيه من قصتنا القصيرة هذه هو انه الطفل الرضيع هذا اللي تولد في مخيمات اللاجئين وعاش طفولة قاسية ما بين التنقل من مكان الى مكان ومن دولة الى دولة الطفل هذا ورغم ان في كل الظروف كبر وترعرع وتعلم اشياء كثيرة وكمان قدر انه يدرس في مدارس هوليوود الشهيرة واشتغل بعدها في المسرح وشارك في كتابة الكثير من الاعمال السينمائية لاحقا واليوم هذا الطفل الرضيع بعد ما كبر وصار انسان بالغ وعاقل اصبح واحد من اكبر المخرجين في هوليوود واشهرهم على الاطلاق واهم فيلم اخرجه هو فيلم The Showshink Redemption اول خلاص من شاوشنج وتدري هذا ايش؟ اكيد انك عارف ايش بس بذكرك فيلم The Showshink Redemption هو الفيلم المصنف كافضل فيلم في العالم على موقع ايم دي بي وموقع ايم دي بي موقع ما عندوش لعب الاول يعني الاول نعم عزيز الوجيه احنا نتكلم عن فرانك ديربونت فتعالوا خلينا نتكلم عن اهم افلام اللي اخرجها والافلام اللي شارك في كتابتها خيل تدخل الى عالم الاخراج السينمائي وتقول يا الله انا الان راح اخرج اول فيلم سينمائي لي وبالفعل تخرج الفيلم الاول لك وتمشي الامور بعدها تقول يا الله الان بخرج ثاني فيلم لي وبعدها ياخذك الحماس وتقول يا الله ذا حين جاء موعد الفيلم الثالث ويصير عندك كذا اول ثلاثة اعمال من اخراجك وباسمك يمكن قوية يمكن ميكويس السبت انو ذي الثلاثة الافلام هي اللي بدأت فيها في عالم الاخراج فاخذك الحماس وتقول يا الله يا عمي انا الاوان اني اخرج رابع عملية بس تدري وش يصير اباك تسأني وش يصير رابع عمل لك في مسيرتك المهنية كمخرج بعد ما تخرجه وتطلقه للعالم يتم تصنيفك افضل فيلم في تاريخ السينما تخيل ويحصل على تقييم تسعة فاصلة ثلاثة من عشرة ينهر ازراء يقلع ام ام الانجاز يا شيخ يا بعزيزي الوجيهة انا اتكلم عن فيلم The Shawshank Redemption واللي صدر سنة 1994 فيلم عن كل شي في هذه الحياة فيلم تشوفوا اليوم تشوفوا بكرة تشوفوا بعده كل مرة تتابعه راح يظهر لك بشكل مختلف فيلم عن الالم عن الامل عن الظلم عن العدل عن القسوة عن الموت عن الحياة عن السجن وعن الحرية ماهو تطبيل فيلم كل ما تتابعه تكتشف كمية الجمال المستخبية ما بين زنزاناته واسواره تابعت الفيلم اكيد صح يمكن معظمكم تابعه هيا اسمع كلامي الفيلم هذا انا تابعته تقريبا اربع مرات او خمس مرات ويمكن اكثر مني فاكر وبين كل مرة ومرة يكون فترة طويلة يعني سنة بعدين اتابعه بعد سنتين زي كده يا جماعة الخير والله اقولها لكم صادق كل مرة اتابع الفيلم اكتشف اني ما تابعته كأني قاعد اكتشف فيلم جديد فيلم قوي من كل النواحي سواء من جانب القصة وبناءها فعندك ستيفن كينغ كاتب مجرم ومخضرم ويحتاج له فيديو ثاني اصلا لحاله من جانب التمثيل عندنا طاقة من اروع ما يكون ويخلوك تشك اصلا انهم قاعدين يمثلون كأنه ما في تمثيل هذا حقيقة ومن جانب الموسيقى التصويرية اخي اخي تسحبك من روحك يا عزيزي الوجيه فضلا عن صوت الراوي مورغن فريمن واللي راح يحكي لك اجزاء من تفاصيل الفيلم بصوته انا ما ودي صراحة اسرف في التطبيل لانه الفيلم هذا بتكلم عنه في فيديو ثاني بعدين فخلوني احتفظ بشوية التطبيل اللي بعدين اوكي الفيلم هو اصلا رواية قصيرة من كتابة ستيفن كينغ قبل ما تكون فيلم وفرانك اخذ الرواية وحاولها مباشرة الى فيلم وهو اللي كتب السيناريو تبعها وترشح الفيلم للأوسكار هذه السنة لجائزة افضل سيناريو ولكن للأسف ما فاز فيها اتبغان يا جلوطاك الفيلم ترشح لسبعة جوائز أوسكار هذه السنة وما فاز بأي جائزة منها تخيل افضل فيلم في العالم نو أوسكار ياب بقول لك ليش لانه سنة 1994 كانت من اشرس السنوات السينمائية في الأوسكار وكان في منافسة شارسة بين فيلم شاوشين كريدمشن مع فيلم فورست غامب وكمان فيلم بولب فكشن ياب تخيل كل هذه الافلام نزلت في نفس السنة يعني سأتر سنة قوية كانت المهم يا جماعة الخير انا ليش اقعد لك لك كثير اذا ما تابعتوا فيلم شاوشينك تابعوه واذا تابعتوه ارجعوا تابعوه والله ساعتين وثلث راح تمر بدون ما تحسون فيها خذوا كلامي المهم يا حبيبي الوجيه بعد هذا الفيلم فرانك ديربونت انا متأكد طاح شعره بسبب هذا الانجاز العظيم اللي سواه فقال يا عمي خلاص خليني اخذ اللي بريك كده من الاخراج لمدة خمس سنوات وبعدها ارجع وبالفعل بعد خمس سنوات رجع فرانك الى عالم الاخراج ويخرج لك واحد من اهم واكبر افلامه فيلم The Green Mile واللي صدر سنة 1999 برضو الفيلم كان عبارة عن رواية من كتابة ستيفن كينغ وحولها الى فيلم وكتب السيناريو وتبعها فرانك ديربونت وياه واحدة من اروع الروايات اللي كتبها ستيفن كينغ وياه واحد من اروع الافلام اللي اخرجها فرانك ديربونت غير انه حقق انجازات مرة كبيرة من ناحية التقييم والارادات اراداته اتجاوزت المائتين مليون دولار وتقييمه ثمانية فاصلة ستة من عشر على الموقع IMDb الفيلم كمان قدر انه ينافس ويقاتل بشراسة في حفل الاوسكار هذهك السنة وترشح لاربع جوائز اوسكار ولكن للأسف ما فاز فيها هو كذا حظك يا حبيبي كمان لانه سنة 1990 ما كانت سنة سهلة مرة الكل يبغى يودع التسعينات بفيلم فاخر ويترك بصمة حلوة في سجله عندك فيلم فايت كلوب نزل في 1999 عندك فيلم اميريكان بيوتي نزل سنة 1999 عندك فيلم ذا ميتريكس نزل سنة 1999 توي ستوري 2 طرزان The Six Sins افلام ضخمة نزلت في نهاية التسعينات يا اخي حقيقي يا جماعة هوليوود لما ودعت التسعينات ودعتها بافلام امامي واحد من هذا الفلام الضخمة هو هذا الفيلم The Green Mile فيلم مزج ما بين الخيال والدراما والجريمة بطريقة جدا عبقرية كيف تحط اسوأ مخاوف الناس في هذاك الزمن وتجمعها في شخص يخالفها تماما انا صراحة ما ودي اقول لك قصة الفيلم لانك ممكن تعرفها ولو انك ما تعرفها ابواك انت تستكشف الفيلم ابواك تستكشف كل تفاصيل الصغيرة من يوم يبدأ لين ينتهي الفيلم راح يسعدك جدا راح يخليك تبكي في نفس الوقت انا بكيت انا عيط بكيت حقيقي طاقة ممثلين من اروع ما يكون وكتابة فاخرة وسيناريو مجنون انا عارف انك تابعت والله انا عارف انك تابعت بس تابعوا مرة ثانية تابعوا مرة ثانية على مسؤوليات صدقني بتكتشف انك قاعد تتابع فيلم جديد وهذا اللي تميز فيه ستيفن كينغ في قصصه دايما يتركلك تفاصيل دقيقة وغير دقيقة تكتشفها فيه كل مرة تعيد متابعة افلامه المهم يا جماعة توقع المخرج فرانك كان مفروض انه ياخذ الاستراحة بعد هذا الفيلم برضو مثل ما عمل بعد فيلم شاوشنغ او على اقل كان مفروض ما يشتغل مع اي كاتب ثاني غير ستيفن كينغ لانه بعد ما اخرج الفيلم هذا جاب فيلم اسمو دا ماجيستيك وطراحة فيلم مشيحا مرة مشيحا لك فيلم درامي من بطولة جيم كيري يعني شخص يفقد ذاكرته ويضيع في مدينة ما يعرفها احد ويكتشف انهم كلهم ما يعرفونه في هذه المدينة كمان يعرفونه يعني صراع هو فيه فكرة بس التنفيذ والكتابة كانت كلام فاضح معلين هذا الفيلم اعتبروا انه فرانك ما اخرج اصلا ولكم الحرية تبقوا تابعوه تابعوه لاب راحتكم عادي فيلم درامي كده هدوء من اول ون اخره بعدها يا حبيبي فرانك ياخذ له بريك خمس سنوات ثانية من الاخراج ويرجع لك يا حبيبي سنة 2007 مع الكاتب ستيفن كينغ برضو في واحد من اغرب وارعب افلامه على الاطلاق فيلم برضو الفيلم كان عبارة عن رواية من كتابة ستيفن كينغ ستيفن كينغ وفرانك اذا اجتمعوا خلاص يعرف انه بتطلع حاجة حلوة المهم انه جاء فرانك الاسد ووحش الاخراج وطور الرواية وحولها الى فيلم انا ما ودي اطبل للفيلم كثير لانه صراحة ماهو اروع افلام فرانك وستيفن كينغ صراحة بس للامانة فكرة وقتها في هذه الفترة اللي نزل فيها كانت مرة مرعبة غير انه ستيفن كينغ سوى تويست ابن ستة وستين تويست في هذا الفيلم واحد من اشهر التويستات اللي حصلت في السينما جلط ام الجمهور اللي في السينما وقتها وجلطني انا كمان وراح يجلطك انت كمان وراح يجلط كل شخص يتابع هذا الفيلم ولا تحاول تتوقع عيشة تويست في حال انك ما تعرفه لانه ما في امل تتوقعه فعيش تجربة الفيلم ومبسطة احسن قصة الفيلم ببساطة عن ضباب كثير ينتشر في الارض كذا بشكل مفاجئ في البداية الناس قالت واو ضباب شكل الجو اختلف ولا فيه حاجة غريبة ولكن لا الضباب هذا طلع وراه مصائب كثيرة الفيلم يحمس الانفاس صراحة ويلعب بحزبة مشاعرك لعب ومثل ما قلت لكم الفيلم ماهو مرة عظيم ولكن فعلا يستحق المتابعة وبس خلاص بعدها فرانك قال يا حبيبي كفاية كده يخراج انا الان بتوجه الى عالم مسلسلات فرغ للكتابة وهو الشيء اللي هو كمان مبدع فيه غير الاخراج تبغاني اصدمك هذا المخرج فرانك ديرابونت هو اللي كتب وطور مسلسل The Walking Dead يب هو اللي حوله من مجرد قصص مصورة الى مسلسل حي إنجازات كبيرة لهذا المخرج الكبير وما زال متوقع منه الكثير وتذكروا دائما يا جماعة انه هذا المخرج اشطفولة صعبة مغترب ولاجئ وخرج للحياة من بطن امه الى مخيم اللاجئين بالرغم من كل هذه الظروف وبالرغم من كل هذه الذكريات الا انه استطاع يحقق حلمه وانت كمان خليك مثل فرانك انا كمان راح اصير مثل فرانك صارع وقاتل لاجئ الحلمة كوحش انت تستطيع لا تنسي العجاب لو اعجبك الفيديو لان مرة مهمة بيساعدني كثير كم معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم ما دللي اشتحي عسكرية